نتوقف الآن مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال في سياق التقرير التالي أعلنت شركة ألمانيوم البحرين ألبا عن استكمال مجموعة أحمد منصور العالي أحد المقاولين البحرينيين الرئيسيين بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة تصنيع أربعمائة وسبعة وعشرين هيكلا لخلايا الصهر في بداية شهر مايو الماضي وقد منحت مجموعة العالي عقد تصنيع أربعمائة وسبعة وعشرين هيكلا لخلايا الصهر يزن كل منها أربعة وأربعين طن متريا حيث سيتم تسلمها بحسب الجدول الزمني الموضوع للأعمال الإنشائية بالمشروع الرئيس التنفيذي لشركة ألبا تيم موري أكد أن الخبرة التي تتمتع بها هذه المجموعة البحرينية كانت عاملا أساسيا في استكمال تصنيع هيكلا لخلايا الصهر بشكل آمن وقبل الموعد المحدد وفق مجلس إدارة شركة المراعي السعودية على خطة الأعمال الخمسية والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو الخطة الخمسية لشركة المراعي 2025 ومن المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرئيس مالي لشركة المراعي إلى أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي بما يتماشى ودورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة والتي تتطلب استثمارات أقل توسعا وتركيزا على المزيد من الكفاءة والاستدامة استقبل مطار دبي الدولي 7.6 مليون مسافر في أبريل الماضي حسب تقرير صادر عن مطارات دبي وذكر التقرير أن إجمالية عدد المسافرين عبر المطار وصل إلى 7.613.000 بالخفاض لا يذكر نسبته 0.1% ومن حيث إجمالية عدد المسافرين حفظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبي بإجمال فاق المليون مسافر في أبريل انخفض إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 228 مليار ريال بالخفاض نسبته 15% عن الربع المناظر من العام الماضي وتمثل الموجودات الأجنبية للبنوك القطرية من نسبته 16.7% من إجمالية الموجودات الخاصة بالبنوك القطرية والتي تأثرت سلبا جراء استمرار مقاطعة الدوحة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على ضرورة خروج المملكة المتحدة بشكل كامل من الاتحاد الجمهوري الأوروبي بعد البريكزيت لتعود قوة تجارية عالمية معززا بذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تريزامي وقال جونسون في مقال نشرته صحيفة ديلي تيليغراف إنه يجب إنجاز اتفاقات مع دول ديناميكية في أمريكا اللاتينية مثل تشيلي والبيرو والأرجنتين التي زارها مؤخرا خلال جولته اللاتينية وافق نواب في البرلمان الأوروبي على مقترح يدعو لمزيد من التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إطار مساعد التصدي لسيل من الاستحواذات الصينية في الاتحاد الأوروبي وصوتت لجنة التجارة الدولية في البرلمان بأغلبية كاسحة لتوسيع قائمة القطاعات المهمة التي ستمهد للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي وتلزم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتحرك سعيا لتمرير التشريع بنهاية العام الجاري قالت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية في بيان إنها ستحول جزءا من أنشطتها للتجارة الإلكترونية للأدوية إلى وحدة مدرجة في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار وستشتري علي بابا الصينية لتكنولوجيا المعلومات شركة علي جي كاي لمنتجات التغذية القابضة التي تسيطر على مبيعات الأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية وبموجب هذه السفقة ستحصل الشركة الأمة على أسهمة جديدة في علي بابا الصحية لتصل حصتها في الشركة إلى 56% اشتركوا في القناة